عندنا موضوع وبيثير انتباه كتير من الناس أنا متأكد أن السر في الماء الساخن يعني تشرب الماء قبل لا تشربها يعني لازم تصخنها في البداية وتنتظر شوي وبعدين تشرب يعني لا للماء البارد نهائياً ولا للمثلجات عندنا واحد عند اهتمام خاص بهذا الموضوع ويحب ينشر موضوعه للجميع عمل كتاب ويحاول بين فترة أخرى أن يتواصل من خلال وسائل الإعلام لتوصيل هذه الرسالة إيش السر في الماء الدافي إيش السر في الماء الساخن ليش العداة للماء البارد مهندس فارس بن راشد الحجري مؤلف وعند كتاب على فكرة متخصص ما نقول اسمه بعد شوي هو حتى جاي بنا هنا معه مهندس فارس بسال خير مهندس خير أحلا وسهلا بك بارك الله فيك أكرمك الله أنت معاناة يعني لا 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 للماء البارد نهائياً بداتاً يعني حقيقة ما أشرب ماء بارد 14 سنة ما أشرب ماء بارد 14 سنة نعم نعم لا أنا ولا أسرتي رغم درجة الحرارة المرتفعة بالرغم درجة الحرارة بالرغم بس حرارة هي تكون حرارة خارجية وليس داخلية إن حرارة الجسم الإنسان ما تغير هي 34 أو 37 منذ ولادات حتى آخر بس بس الإحساس الداخلي في الحر وفي الرطوبة إذا شربت شيء بارد أو شيء من المثلجات تحس كده بارتياح ماذا ارتياحها نعم نعم وقت ارتياحها إيش تسميه هي تكون ربما معتقدات لأن حقيقة أثبت الدراسات بأن الماء بارد يتسبب في دجميد الدهون ويزداد شيئاً فشيئاً طبقات الدهون وهذه طبعاً سبب أمراض كثيرة وبالضغط شرعين الدم تزداد سماكة الدهون في شرعين دم ويؤثر على جريان الدم فهنا تبدأ مشاكل ضغط وإصابات أخرى هذه كلها بسبب الماء؟ بسبب الماء البارد